الله لا يجعلنا وإياكم من الذين يهجرون القرآن وهو كلام الرحمن والله فيه كل الدواء والله فيه كل يعني هذا العبد أن يصلي حافظوا القرآن خمسين سنة أحيانا تأتي كلمة في آية أنا أندهش بها أندهش يعني كأنني كما يقولون لم أسمعها من قبل لعله في الماضي كنت أنتبه إلى المعنى الإجمالي أنتبه إلى الحروف إلى الوقف والابتداء لكن ما انتبهت يعني ما انتبهت إلى هذه الكلمة كان بزمان وما كنت صغير كان من عادتي أن أقرأ الملك كل ليلة الله يغفر لي ويرحمني لكن الله يغفر لنا ويرحمني المهم كنت أقرأها بشكل عادي يوم من الأيام صارت معي مرة واحدة بديت فيها تبارك الذي بيده الملك أنا قلت الملك وقفت مع كلمة الملك وسرح فكري فيما يندرج تحت كلمة الملك تدبرا وتأملا إيش الملك إيش السماوات الأولى الثانية السابعة العرش الكرسي الأرض الناس البشر ملائكة هذا كله اسمه ملك وبيده الملك إيه يعني أين نحن من ربنا ما أصغرنا ما أتفه حجمنا ومع ذلك ربنا يتنزل إلينا ويخاطبنا بستمائة صفحة فألا نخجل ألا نقول يا ربي نريد أن ننظر من أنت ماذا وصفت نفسك في كتابك حتى نعتقد ماذا أمرتنا حتى نفعل ماذا نهيتنا حتى نترك ماذا وعدتنا حتى نؤمن ونوقن الله يحققنا بذلك في هذا الشهر الكريم الله أمين يا رب إزاكم داخر شيخنا الكريم